موسيقى سيداتي سادتي انتباه من فضلكم هذا الفضاء خاص بالصراحة والوضوح المرجو عدم استعمال لغة الخشب شكرا على تفهمكم موسيقى وعلى بركة الله مرة أخرى بدون لغة خشب دائما بدون مواد حافظ على القاعدة في بدون لغة خشب أنا كنسو اللي بغيت وكيف بغيت والضيف كي يجاوب اللي بغى وكيف بغى إنما بدون لغة خشب بدون لغة خشب هذا اليوم نبيلة مونيب طبعا كتعرفوها هي الأمينة العامة للحزب الشراكي الموحد وهي كذلك نائبة برلمانية نبيلة مونيب شكرا لأنك معنا اليوم بدون لغة خشب لا شكرا على واجيب شكرا لما يتغديو على هذه الاستضافة تبقى في البلاطون ماكين اللي غادي يطلب لك لا جاوز تلقيح ولا بسأخ ولا غادي يسولك وجاك كوفيد لا مجاش أمور الحمد لله الأمور الحمد لله وأن النضال مني كي يكون بناء الحق دائما كي ينتصر للحق محنوك بدك جاوز تلقيح؟ لا لأنه يعني مسألة ديال إحقاق الحقوق بالنسبة للمغرب وأنتم كتعرفون أنا تلقيح ماشي إجباري واختياري وأنا اختاريت ما تلقحش وتنظن بأنه انتصرت الكل اللي ما بغوش يتلقحوه بالرغبة ديالهم ما تلقحتيش وبقيشي متمسكة بموقفك والله لا قدرت لكم هذه الفاكسة ماشي لكم أنا ديالك قناعات شخصية أنا مثل تحارب مع أحد أنا عندي قناعة بأنه هاداك الخليط اللي كان كيدور ديالك ساعة سماو لقاح هو ماشي لقاح لأن اللقاح سيبعده يجربوه عشر سنين ما نرجعوش لدك النقاش كله ولكن واحد العدد المغربة كانوا مضطهدين ومجبارين باش يديروا تلقيح بزز منهم وإلا ما يدخلواش للإدارة والمحامون أو ما داروا واحد اللقفة وتنظن أنا انتصلت لها دوك المغربة كلهم اللي دفوا على حقهم بأنه يبقى تلقيح اختياري واتش اللي كان الحمد لله ومبانت من بعد بأنه العدد الناس اللي تلقحوا كانت عندهم أعراض ولا بقوا كي عادية وبقوا كي يجيهم كورونا مش حال مرة إذن هذا كل اللقاح بان عن مستوى العالمي وبالدليل والحجة الدامغة بأنه ما نافعش ما يكون الأسف وخامش من حقين سوء جات كورونا لا ما جات مش كورونا الحمد لله الحمد لله الإنسان خصو يكون تنظن بأنه كيف كي يقول العلماء بأنه الخوف والاستخس كي يكون هو الأصل دير وحد عدد الأمراض لملادي بسيكو سوماتيك أغلبية الأمراض أنا يعني وحد الإنسان يعني بالطبع ديالي ما كان خافش ومتفائلة وعندي قناعات بأنه الإنسان خصو يكون وكيدافع هذا كي قوة المناعة الداخلية دير مناعة الداخلية وخداز الوقت وكي مازال متمسكة بكل ما قلتي على كورونا وعلى بالفعل لأنه أنا ما كنتش كان نهدر هكذا كنت نتبع ما شك يقوله العلماء في العالم شنو التابعات الأمور كان نتبع عن قرب في جميع المواضع اللي كانت تكلم فيها كان حاول أنني نبحت فيها ما شي غير القناعة الشخصية دي كي اللي قال واش فهمك أنا بي لموني بنتي في كورونا اش فهمني أنا أستاذة جمعية ما فهمني شكون هذا اللي كي يقول لي اش فهمك يعني أنا قريت لي مينولوجي قريت لوندوك خينولوجي أول حاجة بلية بأنه ما يمكنش هذا القضية هذه تدار بهادة السهولة اللي كانوا كي يداروا فيهم تجاريب يعني سريرية في مراحل ثلاثة دابا المرحلة الثانية ده أردو نحنا كنا في إيران تجاريب يعني والعالم كله ده بابان وراه رجع تراجع وراه الناس حيد هو هادشي دي جواز تلقيح وكان طرحوا نقاش داخل البرلمانات دي ونحنا تحرمنا من هاد النقاش ما كيش حيد هذيك البرلمانية ما تدخلش سيرجيب الورقة ما تجيب الورقة بحالي غاد ندخلوا المقاطعة سمح ليه در برلمان نتخبع ليه واحد الجانب من الشاب سنحترموا هادك جانب على كل حال اللي فاتمات كيف ما كيقولوا ولكن هذي معركة انتصرنا فيها باش يعرفوا مغربة بأنه وراه مني تشبتوا بالحق راي يمكن يسلق طيب نبينا مونيب قبل نمشوا إلى صور الموضوع ولي المواضيع اللي عندنا اليوم بدون لغات خشب نطلب أنك التعليق بسرعة وبدون لغات خشب كذلك على بعض ما حدث في الأيام الأخيرة أول حدث للأسف مأساوي وفات عائشة الشنة أشار المدافعات على الأمهات العازيبات في المغرب تعليق سريع واخذ موضوع كبير أولا لأستاذ عائشة الشنة مناضلة شجاعة إنسانة كثملت فيها الإنسانية لأنها أخذت واحد المجال اللي هو تابو في البلاد ونحن يعني المجتمع دينا محافظ ونحن عايشين في مجتمع بتريكي اللي هو ما يمكنش للمرأة خططت وقتحتها ويصايا وهي هاد المشكل اللي هو مطروح قبطاته وحاولت تعالجه دارت خدمة ديال دولة أنه هادك الأمهات العازيبات هادشي موجود وهي كتبين بأنه كتر من 95% الحالات كانت كلها النساء هم اللي مظلومات لحوهم ضيعوهم ضيعو ذوك الأبناء وهي كانت عارفة بأنه إلا بقى الطفل مع أمه كانت تكون عنده حضود باش ينجح أما لا تخلينا لذك الطفل وذيك الأم أن بدناها يعني كنت من ناول للروح الزكية ديالها يعني بعتولها أزكا تحية والسلام وكان قول لهادوك البولداء المتشددين بأنه ما يبقاش بهذا القصوى لأن الغلو ممزيانش وخصهم يعترفوا بأن هادي كانت مرأة ممتازة مناضلة ولها من جميع المغاربة وحتى من شرفة العالم كله الرحمة وكانت طلبوا لها الرحمة والمغفرة وهي راغة ديال جنة النعيم لأنه دك شي اللي درت بشي سهل اللي رحمه فهدنا يعني كانت إلى جانب البؤساء شنه يتوقفي إلى جانب البؤساء خصال البولداء ما خلوهاش افتقار ولكن على كل حال الحق هو اللي كانت بس هي انتصرت في معركتها وكانت منها هذه المعركات تستمر حتى بدك القانون دياله ديال الإجهاد يعني الطوعي خصو يكون باش نخرجوا مجتمع النفاق نعم عندي عندي خبر فد سياق نعم توانطل منك تعليق بسرعة وبدو اللغة خشب بن كيران يهاجم مؤيد تقنية الإجهاد ويحذر من تغيير أحكام الإرث دبها يا الله يخليكم أنا بالنسبة لي إنساني كيكون في المسؤولية الكبيرة تمام فين خاص يباني الشجعة دياله تمام فين خاص يباني المقترحات ديال القوانين دياله كيفاش كيشوف المجتمع غادي تقدمه كده سيد بن كيران اني كان في رئيس الحكومة هو اللي دار تحرير الأسعار ديال المحروقات وخلاله سامير تضيع وفكك صندوق المقصة ومن ذاك الوقت وجاينا هذا الارتفاع على الأسعار المهويل وهذا المغاربة اللي عايشين يعني تحت الصقف ديال أي حاجة يمكننا نسميه الكرامة سيد بن كيران مني كان في الحكومة كان خاص بشجاعة أنه يطلق واحد العدد ديال المشاريع ديال الإصلاح في البلاد ديالنا أما دا بيجي يدخل في موضوع هو أولا أرجع رئيس حزب محترم كين بس ولكن إلا بغاو ينقشوا المسألة ديال الإجهاد يعني فيتنقش في البرلمان وخل برلمان دعيف وخل برلمان دعيف مع كين موناقشة في الحقيقة في المستوى ولكن كنظن يعني هو يقول الرأي دياله ولكن كين أرى أخرى وأنا كنقول هذول يدعيوا بأنه المشروع ديالهم جاي من مرجعية دينية أنهم يقرأوا مزيان الدين ويشوفوا لماذا يدعوا هذا الدين إلى إحقاق الحقوق وإلى العدل والإنصاف أما باش نبقاهوا في سكيزوفرينيا ونحن تراجل ما غايوقع علياش هذك شي النساء كلهم مثل المغرب هل يقلب فيهم ولا أنا بنتي ما أربع ما موقعش لهذاك شي وزوجتها وكذا إي ولا كل بنات المغرب خصنا نعتبرهم بناتنا ولهذا خصنا ننقشوا بالعقل وبالمنطق وبمحاولة إحقاق الحق وإنصاف هذين النساء هذو ليهما كيف خلنا معاناة يعني بكل أشكال خصوصا أغلبية صحيقة ديالهم كيكونوا مضلومة والمغرب يسجل أكبر عدد لحالة طلاق منذ دخول مدونة الأسرة حيز تنفيذ تعليق سريع بدون لغة خشب نبيل والمهم الطلاقة راه كيكون في جميع المجتمعات احنا بالفعل مع مدونة الأسرة ديال 2004 يعني كان إمكان ديال طلاق الشقق وهذا هو الكثير اللي كان دبانا والمرأة ما سألناش حال هذي راه في العهود الغابرة المرأة مشاتها عند الرصوص الله عليه وسلم وقتلو بوضنطلق ذاك الرجل ما عاجبنيش قال لها ايواشنو قلت له ما عاجبنيش والسلام قال لأعطك شي حاجة قلت له أعطاني واحد الحديقة قال لأواش ترجعلي قلت له ياخد الحديقة والكراسات الحديقة خليمشي في حالتي لأنه إحنا مزاني في مجتمع متخلف واحد العدد ديال الرجال يعني كيسحب لهم مرأة ميلك ديالهم ماشي شريك ديال الحياة واللي هذا يعني إذا كان طلق ركا تكون عنده المسببات دياله وزارة صحتك شيف مؤشرات مطمئنة عن كورونا بالمغرب تعليق سريع بدون لغة خلشة كورونا رأى واحد طمى كبرى جرت في العلام وشفتوا التابعات ديالها وانتكاسة الاقتصادية العرفة العلام والبطالة والمشكل احنا مازالين نجروف هالشي لابد الدرس الكبير اللي خسن نخذه منه من كورونا مشارة سبعات الناس كده لا كورونا بينات بأنه الدور ديال الدولة خصو يكون أساسي في التعليم الصحة وفين هو التعليم العمومي الصحة العمومية الجميع لأنه ديكو موجود جركزات اللي غادي توقف عليهم يعني يوقف عليهم المجتمع وتصال الكرامة دياله في الحين واحد العدد ديال مشكرة عاقوا بأنه مدرسة والصحة فيها فليسات وكلهم ده كيمشيوا كيستطمروا زع ما فيها أخدوا المدارس العمومية رأني أول وقفة درسفة الدخول الاجتماعي وقدم درسة عمومية الحي الحسني اللي فيه اكتداد كبير وفيه موظفين ساكنين سدوا لهم الإعداد يوقعوا ونضبروا رأسكم ولما نمشات هالشي ديال ديال الشراكة عام عام البداع باش نحيدوا العمومي ونشجعوا الخاصة وفي هذا السياق رئيس مجلس المنافسة يقترح تخصيص دعم مباشر للأسر المعويزة لتعليم أبنائها بالمدارس الخاصة تعليق سريع بدون الوغة خشبة التعليم يجب أن يبقى من مسؤولية الدولة مع كل أسف حتى الواحدة وثلاثين ديال الدولة ما يقول الأسرة عاد دولة إلا الدولة لأن انتماء الدولة نحن لش ندبع انتماء ديال الدولة هو أنها الدولة توفرية تعليم وسحة أنا كان نظن لأباء ديالنا اللي كانوا موظفين محترمين ونزهاء وما كانش المدرسة بالمجان وما كانش الصحة بالمجان ما كانوا ليش يقدروا أنه كان ديكس على الأسرة شوية في هالدرالية بزاف والبنيات ما كانش يقرأوا ما كانش الدولة المغنوبية غا تستفيد من هاد الأطور إذا رشال الدعم ما تدعم لي ما تدعم كان الدول اللي بغت تدعم حلات المداريش العمومية وسبغاتها ودرت فيها المراحض والدول ما وقعطت شكرا فابور والأدوات فابور وشجعات الأستاذ ودخلته ومشي من العقدة وشجعاته وشجعاته هذا قوة الدعم هادك هي الدولة اللي بغي المستقبل أما الدولة اللي بغت تبيع البلاد أهيالك الدراج ندعمك ما ندعمك ما ندعمني ما ندعمك دعم راسك ناد الدعم يجب أن يصل لكل مغاربة درسة عمومية جيدة وصحة جيدة للجميع بالمجان نخز مواد الجولة بتقرير كيقول 5000 مليونير يعيشون بالمغرب غالبيتهم في الدهر البيضاء تعليق سريع بدون لغة هو رد باح تعلم مستوى العالمية لكي تلقى 1% كيمتالكو 80% ديال التروة العالمية هاد شرمشي ما أقول لأنه هاد النظام اللي بيرال المتوحش اللي مبني على الرمح خدم نتو خدم معي 70 ساعة وتعرق وتنشف وتموت وجيك سيليكوز ماشي سوقه ما غاد يعطوك جوج دريال باش يالله تبقى تلقف أما هما كلها تمركوز علاش هاد شي جاي لأنه ما كانش توزيع العادي لتروح نحن في بلادنا كذلك عندنا هاد الأغنياء ليتغنوا لنا كان الريع كان استغلال يعني استغلال النفوذ والإفلات من العقاب نحن نقوله خاص إصلاحات دستورية خاص الفصل ديالسلوت خاص صلبة المسؤولية بالمحاسبة خاصنا توزيع العادي بارز أجي أخي أخدم لنا الناس هنا أدري المعامل أدري الصناعة نشوفو كيف نهضب بلادنا هدا هي البرج وزيال اللي بغينا حتى لادرتي فليسات وقلت يا رأني بالخدمات ديالي أجي أخي استثمرهم هنا في البلاد وخدم الناس وخلق وساعد الشباب بشغل قتا ومقاولات هدا هو التعاون وهكذا نهضط أوروبا بالبرج وزيال وطنية نحن عنا شي برز وزيال وطنية والله يهديهم علينا وصح في هذا الشيء اللي هنقوله للنبي لمونيب طيب نبي لمونيب هدي عام بالتمام والكابال نعم وأنت نائبة برامانية نعم تجربتك الأولى في العمل البراماني نعم شنو تبدل فيك في هذا العام شغالي تبدل فيها شغالي تبدل فيها يعني أنا أمين عامة ديالوحيد الحزب وهذاك الحزب كي يجمعني بالمناظرات ومناظرين مشروع مجتمعي من أجل بناء الديمقراطية للبلاد من أجل العدالة الاجتماعية والمناطقية من أجل المساواة من أجل المواطنة من أجل مجتمع العلم والمعرفة من دراسة عمومية جامعة عمومية نشجعوا البحث العلمي صحة عمومية تغطية صحية نصونوا كرامة المغربة في كل جهات المهمة شامل الوطن وهذا نديروا إصلاحة ضريبية سياسية نصلحوا نظام العدالة في بلادنا هذا شي هو وش غالي تبدل فيها أنا منهار دخلت وأنا كنتبق في هذا الشي يعني من لي من لي منعوني من الدخول لبرلمان يعني صفت تحت هذه القراءة دي القانون المالية صفت هل يوم دارت العمل البرلمان عن بعد عن بعد وتنطرح الأسئلة يعني الكتابية ترح السؤال شفاوي لأن هذا الشي اللي تتعطني في ستشهر اللي دخلت فيها دقيقة وعشرين اتنين يرام غالبك حسبا ها معلوم قال كام زيان تيارة كملتي بجتطرحي سؤال تعداتي وكيف ما كان الحال ترح سؤال حول الماء لأن الماء مواضلة كبيرة وبلد دي أنك تعرف واحد المشكلة كبيرة وخصو واحد المراجعة قوية مشي غير سياسة دي الماء ولكن كذلك السياسة دي الفلاحة اللي كتستهلك كتر من 80% دي الماء وكذلك الصناعة ومساء الأخرى خاص يعني واحد سياسة اللي تكون متسجيمة متبصرة وجديدة درقة طائع باش يمكن لنا الحفظه على طروات كل هال المدابرة أزمة حقيقية أزمة كبيرة أزمة كبيرة لأنه كان هناك أزمة وكارثة مناخية على المستوى العالمي تسبب فيها من واحد الجانب الإنسان لأنه خاكينا وحد الدوراء كانت دعوة بلا غراسياتيون والغيشوفمون ولكن دابا الإنسان بهذا الانتاج المفرط وهذا النهب يعني بلا قانون دي الخيرات دي الكوكب الأرض اللي جعلنا أننا في نهاية شهر ثمانية نكونوا استهلكنا ما يمكن للأرض أن تعيد إنتاجه وفي سنة إذن إحنا عنا دين بيئي إحنا هاتشي ما زال ما كانش إحنا ما زال كان لحو البطاريات مع الكواغات مع الكارتون فما تنعرفوش نديرو حتى لتخي ديال نبيلا موليب كتبقت شي في حياتها الخاصة كتقتصد الماء كتحول أنا كانت في الضو ما كانش البولا المشعولة على أولو وكان القسم اللي ما وكانه هاتشي هذا ما كانضيع عشل مياهات وثانيا أنا كيف قلت لك هاتشي ديال اللي ما كيدا بزاف في المجال ديال الفلاح أنا ما عندي لك فيرمات لك نخيل نمشي نهبط المياه الجوفية ناخدها كما كالحال أنا كانضن بأن وخصنا واعي جماعي ديال هات المسألة ديال الكارتة البيئية اللي غادي تعطينا تصرفات جديدة اللي خصنا نديروها نفهمو لأنه هات الأرض إحنا راه غير غير مرين فيها وأنه وخصنا نحتفظو عليها الأجيال وهنا علاش كنقول أنا ما يمكنش أنه التعطى الأراضي بالهكتارات مئات الهكتارات الأجانب ويدلوا الصندات الخمسة لأخمسمائة متر ويهبطوطها كتر وخلوا جهات كلها بدون الماء علاش لأن المشكلة للماء مطروح لأننا نستهلكنا ونهبنا بزاف المياه الجوفية واليوم حتى هذيك الدورة ديال الماء اللي كيتمخروا كيرجع روناها ما بقاتش مقادة علاش ولا بك يتقال بأنه ذاك المياه الجوفية كلها تبخرات را موجودة في الهواء ومن يغادي تنزل غا تنزل مرة وحدة امتدرو بأنه من يغادي يجي فصل الشتاء تكون هناك أمطار كتير رخ سنتوجده لأن الناس كتبدي القوادس كتبدي حين أنا كانت تفرجوا تليفزيون ما عادت أجرى في فرنسا أجرى ولهذا كان حسنو بأن المسؤولين ديالنا ما 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 شي شي مسؤولية طيب أنا نرجع غلاد المسألة دي العام وانتي في البرلمان هاد الجربة دي العام ما خليتك تندمي في الأصل على المشاركة في الانتخابات وعلى الوجود في البرلمان ما نقع أصلا ما كتيش على أجه جبني كنا نشاركو في الانتخابات مشاركة يعني ترشح نضالي كنا عارفين أنت صوير ومغاين جعوناش وذلك شي كله كنديروا ترشح نضالي 15 يوم مش سهلة نتكلموا فيها ونالـ 14 يوم ونالـ 13 يوم واحد المرة دار وغير 13 يوم تكلموا مع الناس ونقتصموا معهم هذا واحد بواحد وهذا كمهم لأنه خاصته هي خاص كذا ولكن مع كل أسام كتلا كتلا المؤسسات ثانيا ناس اللي كيوصلوا البرلمان مش ناس اللي هما نزهاء كاملين مش ناس اللي عندهم كفاءات عالية واحد العدد ديالناس قلتين تما قلتين السلام عليكم السلام حتى المشاركة ديالهم في المستوى اللي جنق كتلقى قليلة وكتلقى واحد مجموعة اللي هي كتدير الأمور يعني كتسير الأمور كتبقى كيف قلناها شحل هذه مازال كنأكد بأنه البرلمان اللي كي منها لكي منها نرى المعطية الصلاحيات للبرلمان أنه يكون غرفة ديال تشريع غرفة ديال تشريع ولي كي مشي بوحده كي نطرق خراد دائر بالمراسيم الحكومة كي بكليها بوحدها جمع كده من هنا كالحال هذا البرلمان اللي هو تدار بهاد الطريقة وخصوصا هذا المرة هذه ديال 2021 حيثو يعني نظمت انتخابات في يوم واحد انتخابات المحلية والجهوية والتشريعية هذا الشيطانة يعني تسيد واحد لتدي الأحزاب على كل المجالس هذا شي غير طبيعي ممكنش يقع أنا بعد قلعة ما أفتاش رأى ما باغين شهادك ثلاثة ومصوتين على تاخر وخاكك تلعو هدوك ثلاثة يعني عجب يا عجب يعني هذا السيناريوم قاد محبوك وتطبق علينا مش هيدي أديية ديمقراطية لا لا مش هيدي ديمقراطية هي احترام الإرادة الشعبية وترجمتها إلى سيادة شعبية فينان إرادة الشعبية المغربة رأم كيغوتوا فينهم ما دون دين هاشتاغ فينهم مش مغربة دونين جايين من المريخ دون رأم ما اللي يصوتوا وما صوتوش على يدوك وما يطلعو طلعوه بزاف وكانوا كنا كان عرفوهم وطلعوهم كاملين طلعوهم باش يطبقوا بهم مشروح لهذا احنا اليوم خايفين علاش لأنها الطرابة العالمية عندها أترسل بيعلين كثيرة هاد الطرابة عم سوى الإقليم وانتم تتعرفوه الكيان الصهيوني ومدير وجاي تقسيم ديال البلدان ديالنا وجاي صفقات القرن ربغيني ينهيوها يعني أنه يخذوا الحق ديال الشعب الفلسطيني ما علياش وما دب القوة مستندة إلى القوة ديالأمريكا بلادنا مهددة كذلك في كينونتها لأن احنا يا دستور ديال 2011 اللي جاء ومرة حركات 20 فبراير كنا كانت تدرون منه يكون بالفعل دستور في مستوى ديالأمريكا 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 في الفصل ديالأمريكا ما كانش الفصل ديالأمريكا ما زالت مركزة بالفعل بدخلش حويجات ولكن ما فيش الفصل ديالأمريكا اللي غادي يجعل البرلمان بالفعل واحد المؤسسة دستورية البرلمان اللي نبينا بلاسمحتي اسمح لي على المقاطعة عادة من تجربتي الشخصية اللي كانت تكلم مع برلمانيين في الأوف كي تكلم وكيقول لك المستوى طي أحد العام هذه الولاية ما فيها ولكن في العالم ما كيقدرش يقولها الكلام انتي عندك الجرأة تقول لي بأنه كين برلمانيين مستوى طي عندنا في الدورة الحالية ده بالبرلمان نرى يعني واحد العدد ديالناس ما عندهم تجربة سياسية ما كانوا ش أحزاب أحزاب هم احتلوا دخلوا لها شوية هادي مش مستقلة يعني أحزاب طي يعني كيقول لأوقفي وقفي يعني هادو اللي كيدخلوا لهذا الأحزاب بلا تقافة سياسية اللي احنا عنا الأمية السياسية في البلاد كيصلوا بقدرة يقادر إلى البرلمان إلا كان هاداك الحزب اللي وما فيه مرضي عليه كيصلت مماك وقعد غادي يقول لأنا ما كانش الكفاءة هو بنفسه ما عندوش الكفاءة يعني ما كانش الكفاءة فين الكفاءة أنت تسحب لك هنا يا دين دا سوق عكادو لها دارة برلمان خلصوا يدفع على البلاد على حاضرها ومستقبلها وخلصوا يكون عنده ندراسة باقية ناس لي فيه خلصوا يكون كيقرأوا ماشي كيقرأوا كيطلعوا وما كانوا عارضين على أكبر صهيوني كان هنا في المغرب غادي يدير لنا ويرينا كيفاش المغرب غادي يستمر في إفريقيا المغرب را موجود هادي 40 عام في إفريقيا في الأبناك في البحث العلمي فادي وكانوا غادي يجبوه وهذا كيف هموشي حاجة ولا ما كيف هموش هذا برلمان مغربي ما يمكنش يدخليه صهيوني تفاهموا على هاد القادية هادي بعدها مزيان إذن إذن هاتشي إحنا ما فرحاتش واحد العدد ولا ما فرحكش العام الأول ديالتو ديالولايات الناس مربين على الخوف ومربين على لطو سانسوق كيبالي الحق أنا الناس أنا مشي وكي يمشي يقولوا لي دوز من هنا كي دوز من هاتجي اللي يلحق لها تجي على متداد هذه العام مع مارك تعرضت لشي ضغط مثلا بلمونيب أو جاك تيدي فنقللك عافك هاد الموضوع لما تطرق يديه أو لا عافك رخفي شي شوية في هذا الموضوع لا أبدا أنا أحمد الله اللي كان هاتشي وإلا يعني يعني عاد تكون حاجة خورة أنا كنا نكون وفي مشكل كبير نكون ومشكل نبي لمونيب قدرت تكون صوت الشعب كيف ما وعدت من داخل نحاول نحاول بكل احترام من هاتي الشعب كله كله نحترم وكي يبقى فيه الشعب المغربي لأنه هاتي 60 عام باش تتقلينا وكتر كان يمكن يكون في مستوى ديال وعي كبر من هذا مستوى ديال التقاء كبر من هذا مستوى ديال تعلم كبر من هذا راح نرى واش ني رامني كان ديال معدل ديال شح القرينا كلنا خمس سنين ونص معدل مستوى المجتمع المغربي الأردن راح عندهم عشر سنين ويحزنوني أن أقول هكذا عنا في الجامعات قريبا مليون ديال طالبة تونس عندها يلا عشرة المليون نسامو عندها تايا مليون ديال طالبة ايوه احنا رابغينا نتقدم على تونس خصنا ثلاثة المليون ونص ونجدو لهم الجامعات نجدو المؤسسات يعني ارى اليوم خصينا أطب خصينا مهدنسين خصينا أساتيدة خصنا هاتي كله واش نحنا ما كانتبهوش واش نحنا ما كان معناش ندرسي بقية نعرفوح لعداد ديال قطاعات ما عارفيش اش خصهم من أطور من دبع عشر سنين ونحن في نياد شي هذا يعني انه غدين والسلم نظرها سوداوية لا لا مش شي سوداوية احنا كنا سنقوله الحقيقة باش نزل نزل مع رأسا لحنا المغريب حسنا منا البنجلاديش واش نقص فعلتك ما سندك البنجلاديش لا مهم يمكنش خاغينة لا المغريب واحد الدولة اللي خصت تكون محترمة واحد الدولة اللي خصت تدفع لسيتها احنا بلدنا ما نبيعوهاش ما نعطوهمش الأراضي ديال القبائل ديالبعمران وديالأيتوسة بيخدها حد سمح لي على شو عاد غادي يجي مع اثنين طاير وجي هنا ياخد أراضي اللي نزفت لنا الطريقة يزفتها غير في دار بابه تمك في دارهم اللي عنده الفلوس ما عنده جمال سمح لي هنا بالنسبة لي مشاكل كتير متروحة واليوم كينهب ديال الأراضي يدملها مئات لألاف لهكتارات كيقولك خصنا مليون هيكتار باش نوجدوه المستثمرين هات المستثمرين الأجاني احنا مش يضد بالفعل احنا بغي المستثمرين داخليين وأجاني بغينا نشتغلوا بالعكس أما باش نبيعوه لهم البلاد اللي بغي يستثمر يجي يستثمر معهم والأرض ويجدير معالم أنا عندي الأرض وتعندك الفكرة باش يتاخد لي الأرض ديال جدودي وتلوحنا هنا ينسكن في دور الصافيح في دواحي قلميم باش نتاها تكون فرحة تقول يا راحنا هنالك نتفقين ولكن واش ماشي الدور ديال المنتخابين يرقبوا هات الناس تواحد مكي يدوك وكالحق لا منتخابين منتخابين كيجيو كيسولوا لا هاد استيلوا على الشريط وجوج وخاصية شراغي واحد دول التي تحترمون احنا وحد العدد الناس كيدخلوتي يتحب لهم السياسة هي الطريقة باش يتغنوه باش يتغنوه بأي طريقة كانت هادا مشكلة لأنه ما عندناش كيفاش نحسبو هاد الناس وكيفاش نعطيوه المثال لأنه النموذج اللي بغينا نعطيوه ماشي هاداك المفلس اللي التغناء وبدأوا الاخرين كلوا بغي يشبهوا لي واحنا مع النوال وتحنا لا بس نشوفوا هاداك خينة اللي ليسرق وعاقبناه وكيشوف بأنه راه داك المجتهد راه هو تقدم وراه دال ومتعوى نقية ومزيان بلا ما يسرق والحكومة في هذا العام شبال لك للنبينا مونيف والحكومة سمح لي ما يمكننا عدل ميلة تقريب ما بقاش في الزف سنة سنة هادا رادوزات عشرين في المية من المدة ديالها القانونية عليش غادي نحاسبوها غادي نحاسبوها على ما صرحت به صريح حكومي ولا قالت بأنه غادي تلتزم من أجل التنزيل النموذج النموي ماشي نتعش حجم نتعش ومتي تخبعوا مورا كورونا بعد كي تخبعوا مورا الحرب الأوكرانية الروسية كي تخبعوا تالين غادي قوة تخبعوا ماشي معقول هالكلام زيما أنه لا غالب كي نضروف موضوعية ولكن كي نضروف داخلية ما بغوش يصلحوا البلاد لأنه باش يلقوا في اللي سات كيفاش أنه في الوقت ديال الجائحة أغنى الأغنياء كي تغنوا في حين احنا أولادنا خرجوهم المعامل خرجوهم من الخدمة ديالهم الدولة أعطات واحد ألفين درهام ألف درهام في اللول وكذا من هنا وغادي نكتشفوا واحد عدد المقاولات ما كي يصلحوش بالأجراء كاملين وكذا شكولك للعصر الفاقير تفقر والغاني تتغنى عاود تستفوهم في المجلات أغنى الأغنية في الوقت ديال كورونا إذن هاد الناس ما كيهمهم مش البلد أنا بالنسبة لي يسمح لي فينا هو الاستثمار في البلد فينا هو الناس لقصة تخلصوا الضرائب ديالهم مش حال ديال ناس كي يخلصوا الضرائب فينا هو الإصلاح الضريبي اللي درنا على قبله جوجة المناظرات وخرجنا بوحد العداد ديال توصيات ما كي يدرش هات شي للينا بيلموني ما كي يدرش لأنه عندنا لوبي الفساد قوي في البلاد لوبي الفساد قوي بالفعل كينا ضغوطات خارجية كين ديون عندنا وهذي كل الناس اللي كيتسالونا الفلوس بزاف المديونية كي يضغطوا علينا بتوصيات ديالهم وجه التعليم للخصاصة وجه الصحة الخصاصة ديالوك هذا بيعو الخصاصة 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 هاتشي كله جعل البلاد بلاد فقيرة يعني كل شي كن خليه فتحو يعني الحدود خمسة و ستة وخمسين انتفاقية تبادل حور تدبير المفوض هذو كل الناس تغنعو راك يسفتون هذي كالشفارة ديالهم التدبير المفوض ديالهم كيف هاد الشي كي يبين بانه طريقي لا بغي تيشي بلاد تخليها انها ما تقدمش انك تفسد النخاب ديالها اللي كيكونوا في السلطة سواء كانوا على المستوى المحلي او الجهوي واكتر من ذلك وغيت فرح سؤال تحليم احزاب السياسية فينا هي فينا الحزاب الحزاب خداط العصار هذي ستين عام بعدها الحزاب اللي هي كان تبع الصف الوطني احنا رأى الحزاب الى رجعنا لها في بداية الاستقلال حزب السيقلال وكان حزب السيقلال بوحده كان عنده جوج المليون من خاريطين وادا جوج المليون من خاريطين كانوا يقولوا هذا حزب كبر من البلاد كبر من البلاد وفيه المتقافين علش هدوك الناس كلهم ما اعتبرناهمش رغم النضالات اللي داروا باش يرجع الماليك وباش يتطقل البلاد وكذا كذا علش ما اعتبرناهمش ومقسناش معهم في الطبلاء باش المليون الديمقراطية كنا غادي نكون وعلى غادي التغنى فيما فرنسا ويخلى شيء ارض كي يخدوهما فيما كان شيء بتياز كي يخدوهما احتكارات وتلكين والدولة بدأت شوية في الاول ولكن تراجعت في الاخر كل مجالات الاحتكار ديالها من صناعة وطاقة وكذا كل شيء خلته الخواص والخواص مدارو الشغل ديالهم الخواص اليوم عندها الاغلبية الصحيقة كلهم كي يستمروا في العقار لانا كي يجيب فليسات كلنا احنا خصا نعصو خصو يبنيو لنا في نعصو اما باش فيه نقرأ وفيه نخدمه دماما كي ينشي هذك شي يعني يتغنوا الناس بها الطريقة وخلاوا القطاعات اللي فيها شوية مخطرة باش ينجل نقيمة مضافة واليوم ما راكي تجاره وراكي اللي كي يدير تمر المجهولة سيدي وش حنا خصنا الخبز وخصنا الكتوبة فاش نقرأ وشكارة باش نتفروغ دانو اللي وتحنا شي حاجة هذا هو وهذاك شي البيبان كتتحل لانه استغلال النفوذ وان الناس اللي كتكون في مسؤولية كبيرة كيتشحولها جميع البيبان تحت ما تيسائلها ولكن مع عندها كاختبخت كتزد من ما بغت للا نبيلا مونيب هذلكلامة تشخيص اللي اللي درتي وخاك اللي غي اعتبره شعباوية مجي كتسمع لكي ما قول لك هذول انهم في المعارضة احنا كندول مع المغربة كالك الشعباوية المغربة كي سنفهموا الهدرقة كالك الشعباوية ذو كسحاب وهذوك اللي كيعرفوا شي هضروب العربية ولتا الدريجة ولا اللي بغوا يدخلون لنا الدريجة هي اللي نقرأوها في كتبه ونقرأو بغرير مسمانه والخرايف وذلك شبه نقرأوا عرفوا نتواصلوا تمعها العراب ولا لبع المسلمين واللغة العربية لغة ممتازة فيها ملايين ديال المصطلحات نلوحوها في زبل وديروا اللغة ديال المستعمير ما كان عرفوش تنطقوها مزيان كي ما كالحل الشعباوية هذا غير كلام خاوي احنا كندوي في الصاميم باش ندفعوا لبلادنا باش لبلادنا كنقولوا لحتدوا كمسؤولين إلا بغوا يعتقوا راسهم وشوية يفق الضامير وإنهم يخدموا لبلاد ما يبقواش يخدموا غير عائلاتهم وولدهم را كين ما يدار كين ما يدار في البلاد وحنا اليوم كنحملوهم مسؤولية كاملة لما قالت إليه الأوضاع ديالبلاد ديالنا في كل اختيارات اختياراتهم كلها لا ديمقراطية اختياراتهم كلها ما فيهاش الرعاية ديال مصلحة لبلاد مصلحة ديال الشعب أراسي أراسي معلوم والخوف تاوما خوافة أنا ما بنت ليه تشي شجع ما من يقول لياش أنني شو واحد يجيب غايد اللي يوزين ديال فارينات الحوت نقول اسمح لي أخويا احنا الحوت كان ناكلوه وكان بيعوه تمنجم كان نتحنوه شاكاك ونديروا فارينات تواحد ما بقاك يديره إلا احنا عنا ما زالوا زينات ديال فارينات فارينات الحوت فارينات الحوت علاش ناك نديره شي علاش الناس يبقوا ينهبوا في الخيرات ديال البلاد علاش يديروا زراعة اللي هي من موالماش مع الطقس المغربي اللي هو جاف إلى شبه جاف وهذا الندرات المياه اللي ما بقاتش يعني راحنا داخلين في إجهاد مائي خطير جدا نبي لمونيب لو كنتي انتي في هاد السنة انتي هي رئيسة الحكومة انتي هي عزيز أخ النوش شنو كنتي جرأت ديري من قرارات ولا من إجراءات أولا لو كنت رئيسة الحكومة كنت غادي يعني أنني ندور بيا الخبراء الوطنيين ويا ما أكترهم ونشتغلوا أولا على المداخل الأساسية ديال رعاية الكرامة ديالإنسان وهدي أوراش يمكن تبناره مش الدير هادي عن دير هادي بالفعل احنا كنقولوك أحزب الشركي موحد احنا ما ندخلوك تيكون فصل الصلط باش لا دخلنا يبقاش واحد يقيد في نارة ما كيناش خاص يكون الفصل ديال الصلط ومستعدين للمحاسبة كبيرة بالفعل غادي نهضو بالمدرسة وبالأساتيدة وبالأساتيدة الجامعين اللي بقين كيددربوا من السلم 3 تاولو 8 و40 ما أوالو وتندخلو ده بالعراضيين وتندخلو الناس بالعقدة وتنهمشوا الأستاذ وتنعطيهم معيد باش غايتتكلم معهم لوزير ورئيس الحكومة هدو أساتيدة التعليم العالي وكنقولوا ما شي اليوم سيرو أو تعني تلشي نهار أخر الأساتيدة الذين أفريدوا على المتعاقدة غادي ندخلوهم في الوظيفة العمومية وغادي نهضو بالمدارس وغادي نحاولوا بالفعل ما عندناش غيروا خدر الإمكانية المادية البلد ما عندهاش إمكانية هذي كل الإمكانية المادية غادي نقلبوا عليهم غادي نشوفوا الناس على مستوى الجهات المهمة شاهية الناس اللي هما كينتمين وديك الجهة وعندهم إمكانية يساهموا حتى هما والدولة تبقى ديرا يدها هي في التعليم العمومي كنت تخفضي ثمن المحروقات معلوم هذه أول حاجة أنا غادي نخفض ثمن المحروقات وغادي نحلها سامير وخندير كسيتاب وطني معلوم باش نحلولها سامير باش يكون عندنا جانب من الأمن الطاقي أما باش نخلينا إياها هذي البلاد ولا تبعا ديك البقرة الحالوب هذي ربعا دلعاد إيلات كيتسافدو هنا هذي كيستافدو من هنا هذي كيستافدو من الغاسور هذي كيستافدو من هذي ألاش هذي الحمق هذا المغس يكون احتكار خصنا الاحتكار خصنا قوانين اللي تشرعن للتنافسية الحقيقية وما يبقاش مجالات الاحتكار باش نشجعوه المستثمر المغربين هلنا لستة المليونة المغربة عايشين في خارج الناس عندهم كفاءات عالية وعندهم فليسات يخفوا وعند شراء الأرض قال العام جاي نجي نبني فيه وزي قال أخور بنا فيه موبل وسين تدعيه لا حوله إذن أنا بالنسبة لي الفساد معضلة كبيرة غياب الديمقراطية معضلة كبيرة ولهذا أنا غادي نحاول أنه نجر الناس والمعاقب بحسبة ديال بعد المسؤولين بعدها غاكل فعندما يقرر بالمسؤولية اللي غادي عرف بأنه كالحساب العسير كالحساب العسير هاد شي هو اللي يخصو يكون في واحد اللحظة ديال الاتقال لأنه لما نتقناد أنه نبعد ديالترانزيسيون فيه نهضف بلادنا ونعتقه هادوك الفقارة وذيك الدائرة الفقر وذيك الفواريق الاجتماعية والمجالية الكبيرة نقلصوا منها وخلقوا الأمال هوا رك اللي كيقول هاد الكلام في المعارضة ومن اللي كيوصلوا للحكومة لا ما كيقول لك الإقاعة لا ما كيقول لك الإقاعة غير قالوا لنا غير فرحونا مني كانوا وخال ما كيقولوا التحاجة أكي بقوا خل بقوا علينا كي يجيو تيسنة وتتين جعوا عاد كي يجيبوا شي خابير ما كينزي ولا ما كباكور باش يصوب لهم شي حاجة مزينة الناس خدمة مع معاليز أجنس دي كومينيكاسي يصوبوا لهم برنامج باش كي يصوبوا بين المناضلين في المجلس الوطني وكي يتقدوا غنديروا هادي الأولوية ديال الوحدة التورامية ديالنا والأولوية الديمقراطية والمدرسة العمومية الصحة شو ما كي تذكروا فيه كي يجيوها ومدبا واش هاد الناس كيدرو فينا ديال بالخير واش المدرسة كيف شردوها واش صحة فينا حتى هاد المشروع ديال الدولة الاجتماعية يعني المغربة فرحوا سمعوا الدولة الاجتماعية قالوا الحمد لله طبعا ورغضية شي مننا ما عندهم تفرنك مش يدروها الدولة الاجتماعية نقلوا القانون ديال الصحة القديمة هو اللي داروا بدلوا غير ديباجة وجابوا رينا هادك ديال الالف عين وحضاش فرادة احنا ألف وثنين عشر حداش العمادي انا كندو على الدولة الاجتماعية وقالك احنا جايبين الحاجة جديدة جدتنا حاجة قديمة وما عندكم كيفاش تبقوا هنا هي مئة ألف ديال آطيباء وديال لا لا حد شيرها بالمعطيات عند هان ديضرات كتشوف بهم كل شي كحل لا 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 كان شوفها بعيني محلولين ماشي بوحدي عندهنا كانت الوحد الحزب يعني كل هالمواقف اللي كان عبر عليها ديال الحزب وديال دوائر اللي محيطة وقريبة واش ما سمعتوش انتوما بذلك الميطاق الوطني اللي خرج في يوليوز الفين واحد وعشرين مؤسسات بحثية ديال سي بن سعيد ديال علي عطا ديال عبد رحيم بوعبيد ديال بالحسن الوزاني ديال عبد الجابري كلهم يتكلمون بأن بلادنا كتعرف واحد الأخطار كبيرة محذقة بها خصصنا نوعوا بها خصصنا نشيوا بالتجاه الوطنية الوطنية المواطنة جمعوا رأسنا ندفعوا لأبلادنا نخبة سياسية قتلات ويعني واحد الجانب كبير منها وفسيدة لا 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 ابيلا مونيوش شحل ما مشيتش لفرنسا فرنسا شحل هدي ما مشيت له أنا في حقيقة من انطلاق كوفيد ما اخرجت من المغرب ما اخرجش من المغرب وعندك الفيزا ديال فرنسا عندي يمكن هداك يعني الجواز الصفر ديال الكابر الامانية ما احتاجش الفيزا ديال معدك شو الجنسية بعدها الفرنسية لا لا أنا جنسية المغربية فوق راسي وكافياني معندي ما نجنس بشي واحدة بركة مغربية على احنا نخجلوه من جنسية ديالتنا احنا عنا غير باش نفتخره غير وارف ازاف المغرب عنده عنده الجنسية مجدوجة وعندك اكتيار دياله اكتيار دياله مخصوش يكون في المسئولية مخصوش يكون في المسئولية انتي معاهد الموقف اه بالفعل لانه ومواطن فرنسي راها غادي يدفع الى مسالح فرنسا طيب الموضوع ديال الفيزا لش تكلمت علي انك اعتبرته بتزاز من دولة الفرنسية للمغرب فعل خي دولة دات سيادة اه قررتها اخصتكم محترمة ولكن قررتها محترمة الى ما ضلمتش به الناس ولا ما ضربتش به هالقانون الدولي اللي هو صريح وفجل المات للناس فجل المات المغرب الحق فالتنقل حق انساني يعني انا معلش غادي انا بغيت نمشي تماما عندي مؤتمر عندي شي حاجة من دير بغيت غين نمشي نشوف فرنسا لش ما نشوفهاش وش هذي كولات ميلكية خاصة دير شي واحد هذي دولة نعم وكيف كي يجيو عنده مبلغ تأشيرة تح نخصا نمشي وخب التأشير نديروا التأشيرة الى هما داروا التأشيرة كفضاء دير شنغن ولكن مخصوشي من المغربة يعني كيحتقروا كيبينوك بانك انت انسان من درجة اقل منهم وعندهم الحق يقولوك الله راه واحد العدد ديال ناس الحال الذي كانوا يعطوه تقريبا شي ثلاثمائة الف تأشيرة تأشيرة دبرا ثلاثين وكيفين كي الابتزاز الابتزاز كيفش انا بغيت نمشي ارادة ديالي بغيت نمشي عندي غارات بغيت نقضيح تماما ولا هذا هل شغل تحبسني هل شغل تحبسني انا طبيب انا استاذ انا هدا يعني كيف يقل احنا كنعرفوه هاد الناس كيخدموه مازال بالعقلية الاستعمالية انا ممكن تشوفوا العنصرية طالعة بشكل متى يتصورش كل من هو عربي مسلم هذا ما كيحملوه مش اراك مش شدتو هادوك الخطابات ديال الزمور وديال لبان وديالهادي على كل اسف هادوك الخطاب ولا هرى لبان رطلعات البرلمان باب واحد المجموعة قداشنا هي ديال الناس لانه من اللي بانت المشاكل في اوروبا اللي هي ناتجة عن هاد النظام النيوليبرالي وهاد الوحدة الاوروبية بطريقة باش تدارت والهيمنة ديال امريكا وديالناطع لهم بالفعل لانهما ادات من الادوات كذلك القاو مشاكل كثيرة اسهل حاجة انك تخلص من هادك اللي قل منك باش تطالب هادك لاخدالك حقك والله اضغط عليك حتى وليتي فاديك الوضعية تهو ما كيدر وكي ماشي المفروض فرنسا انه شاريك ديال المغرب بالفعل لدينا مصالح مشتركة والمغرب كله فتوح وبقات فرنسا عندما صالح في بلادنا طيلات طيلات عقود هي اللولة امم تتبع لنا التجي في وخاحنا خاصنا مازال طريق كواترنير وتغسير باش نفتحو جهات المغرب هادك شي ديال سياسة القرب ولا ما عفت كي اسميوها كل عزلة سمعنا جميع الامور في كل عزلة فينا فينا العزلة يالله تضل بيضوطان جاو مالي كاينين وارباط ما يمكن رغي ديرو الخط تاني دي التجي في وفرنسا تقلقات واقع تقلقات بزاف تحويج فرنسا لأنه تقديرك انتي من فرنسا ما لما قلق فرنسا فرنسا أولا تعتبرنا مشي شارك تعتبرنا مستعمرة ديالتها قديمة وحاضرة ما كتتقبلش منا اننا نتفضو شي شوية ولا نشوفوه يا قد كان لدي واحد المجموعة ديال الشباب اللي هما دخلو للفرنسا بطريقة غير شرعية خدوهم عندهم لا كارتنا ما عرف لهم احنا واش مغالبو الجزائيلي واش موريطانيين واش جايين من اتيوبيا ولمنيين جايين خدوهم المغرب ودبرو معهم المغرب قال لي انا ما عرفوا مش واش مغالبانية بالضبط وكادا من هنا هذا كان مشكل مشكل خورا كتيرة فرنسا اليوم ما كتحسب رأسها مهددة في وجودها في القرار الافريقية كلها ولهذا كتقول على الاقل ما تمشيش من تحت ديال المنطقة ديالشمال افريقية ومشي بعيد تكون هي وراء ما جرى بين المغرب والتونس والجزائر شي غير مستبعد الحقيقة هي الحدود اللي خلتها لنا من الاستعمار بين المغرب والجزائر اللي كانوا فيها ثلاثة الولايات الفرنسية عطتها الصحرة كل هذه الكبيرة عطتها للجزائر حتى كانت كانت ضنها تبقى في الجزائر وهذا الجزائر خدت لنا احنا يا من المغرب من المناطق الشرقية والمغربة تعاملوا بسرداجة لأنه ما كاش خوية كالقانون احنا خاوة خوية ولكن القانون دبا هذه المنطقة هذه ديالتي مش انتسنك تتحرر هذه ديالتي اعطوا لي دابا ما كال ما ولو هذا ما فيش الضرافة احنا يا اما حامية الجاهلية والضرافة القصوى القانون هو اللي خصي اللي وطبعا الحال خلق هاد المشكلة المفتعل في الصحراء ربما نجيوليه من بعد طبعا يعني الاصل دياله وفرنسة وسبانيا هما ما باغينش المشكلة يتحل باش يبقى اللي بتخز كامل غيف القديد فرنسا اسمح لي اللي لنا بيلمونيب انا شفت هنا دايما نرجع لدور ديال احزاب السياسية شفنا الاستقبال ديال واحدة اللي تسميرها سناشطة سحراوية سلطناء سلطناء مثلا في البرلمان الفرنسي اللي كان وراد شي نائب بمرجع يا شو يعي وكنت واحد من المغرب لا احنا كتبنا ما كنسفتوش لكم ما مشيش ما شكنا ندير احنا يا كحزب لا بعد ذو كل اللي عندهم الجنسية التانية الفرنسية تحتمت كل لم يحتاج على غاربة في ذاك الحزب الشيوعي قال لك هذا شي اللي انتم دولتو عليه قرب لا ستان نون افنمان في فرنسي ومن حقه يجيب اللي بغا لانا يدولة دات سيادة هنا فيك تقول لهم شابو ولكن ما حقه يجيب اللي بغا سمح لي حزب ممتل لا حزب ممتل في البرلمان كعنده أصدقاء وعنده توجه ويحترم احنا كأحزاب ما عندناش الحق نجيبو صحابنا ونجيبو دكشي كله نجيبوه مننا يا مشي دائما ولكن احنا عنا صدقات حزب كل صديقة اللي احنا كنقتصمه مع مرجعية ولا كنقتصمه مع واحد نضر العالم كيفاش بغينا يكون هذوك الناس احنا كنصفتو اليوم وكان فسر اليوم كنقول لهم هداك من حقكم احنا كنحترمو السيادة ديلكم وندخلوش لكم شبوقات ديلكم كيف كان نتمنى وندخلوش لنا في شبوقاتنا لأن دي قضية دي المغربي وهكيفاش مشي قضية دي النظام او قضية دي الوحد الدخولة هذي قضية دي الشعب البغريبي دونك هكيفاش كنعطيهم هذي مناسبة كنعود نجددو تنصفتو نمري دوكيما ملخصة واضحين هكيفاش هالمشكل فوقش بدأ هكيفاش دير الأمور هتا تا 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 ها هذوك الناس اللي دخلتوهم وكتعتبروهم ممتل شرعي ديال بوليزاغيو احنا يا ارى 35 مليون ديال المغربة ما كرهوش يجيو عندكم تا وما يعودوا لكم القصة علما بأنه مشكلهم المغربة عارفين يعودوا القصة لأنه جهلناهم فقرناهم بعدناهم على المشاكين خرجوا السوق انتوا ما يقولوا المغربو في سحرائي وسحرائيو في مغربية وسيروا له لا خصنا نعلموهم كيفاش يدفعوا لبلادهم ويكونوا قارن التاريخ ديال بلادهم وعارفين الأحقية ديال بلادهم على هذيك الأقاليب السحرائي اللي خصو يتنهى منها الصراع إذا نحنا نكتبو واحد العدد ما كتسكتوش من اللي كتكون شي حاجة كتمس القضي الوطني ولكن ما تنديروش حمية الجاهدي هتكين بعض اليساري اللي كيقول لك خليهم هذا موضوع ديال النظام بيناتهم مشيش حاج ليدوا عليها مشي غير المنطقة ديالفرنسا ولكن احنا كتبنا الأحزاب كلها اللي كنشوفوها كتستقبلهم كنغلوكي استقبلتهم عيتونينا عافكت نحن استقبلونا نعاونو لكم نحن وجهتنا دارنا وخليو الفرنساويين يختاروا يحكموا أمعلم هذا هو اللي خصوية تدار هذا هو اللي خصوية تدار مع واحد العدد الأحزاب عدد الأحزاب خصوصا الأحزاب اليسارية لماذا أحزاب اليسارية لأن المشكل متروح حزاب اليسارية من يجب الموجة للاستقلال دول العلم الثالث كانت واحد تصطفة فاتح مرتبطة بالحرب البريدة ايه قلوه نحن هكي يقول كنتوا رجعيين مع أمريكان مغاربة جزائر مع روسيا مع هكذا من هنا إذن نيل جزائر بعد ليبيا تبنت هذاك المشروع باش تغطيع لمصائبها اللي كان جاية انها مخبعة مورا توراة مليون شاهد ولكن معلوم توراة مليون شاهد والدماء اللي اختلطت مغاربة وجزائري متوانسة وليطانيين وغيرهم ولكن من بعد كل واحد يقول حركة تصلوا بهم حين تخسروا في ليسات في هذا شيء يقول من شوالله كان الشعب من هنا وهذاك الدولة كان سميتها دولة اللي احنا استعمرناها كمغاربة كما كان الحال كانت أخطاء قدرت لا نبرئ أنفسنا دولة مغربية قدرنا أخطاء وما يكون هذه المشكلة تحل بجهال من ينحل لنا جيش تحرير في 58 داك الدربة دية بالمناسبة سيبن سعيد خرج آخر كتاب هذا هو هذا على المعركة دية وراه موجود اللي بغير يطلع عليه وغير يكون حتى في بيدي اف بيش يشوف المجد وكالحل مغاربة للصحرة لأن نحن لا نلعن المستقبل وكننقول بأن المستقبل المغرب مع الجزائر مع تونس مع ليبيا مع مريطانيا اختار واحد الوحدة مغاربية ولكن هذا من حيث الحلم الطباوي الواقع لا شكل الاخر لماذا الواقع ما بغيش هاد شي قيس سعيد ما بغيش هاد شي لا ما بغيش هادو هم عندهم مصالح خرال اللي كيدا فعلها وكيدخبعوها عش غدا يلقاو من دوسي من غير السحرق باش غدا يعني نوضو قرب الاتحاد الافريقي اللي هو المناسبة تابع للاتحاد الاوروبي هاد شعر مش سهل را عقود ديال التباعية وديال هاد هاد بشير يشري كل واحد اللي عنده شي فليس هر الفلوس قادي البيترول لجزائر باش غد تبنى بيون جزائر برمقاش عندهم مخزون بيترول كتير بقي الغاز بيترول تراجع بزاف هاداك الفلوس دياله كلها مش هتفش ريان دوال وهذا عرضوا عليه هاد شي مع كل اسف كين حتى في الدول اللي تقل على رأس كبيرة لأن ما بقاتش الأخلاق في السياسة عدمت على هاداك ندخل اللي يدخلو في العراق وفي أفغانيس هاداك فيه شي أخلاق باش تخرب لي أنا بلادي باسمي ماذا خدعة ديال 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 حقوق لإنسان تجيب لي واحد القرية ديال فيها جافيل وتقول لي هذا البكتيري اللي يخلو وكيبقى السؤال للنبي لمونيب وأنه هاد العالم فيه السياسة فلسط ولهذا رح نفع أزمة عالمية ديال هاد الندام نيوليبرالي وربما غدا غدي تبانح ويشخرا في العالم توازنات جديدة أمور جديدة وكانت منه أنها توازنات الجديدة ستعيد للأخلاق نليتيك المكانة ديالها يمكن لنا شغل ديبلوماسية والسياسة صعب يكون فيهم الأخلاق ديبلوماسية غير القوة منطق القوة شفنا المستجدد ديال القضية اللي عنده شي فلوس كيشري شي وحدي نحن فلوس نعلى قد الحال على كل حال ما شادي الطريقة اللي غني شعبها ديبلوماسية الموازية شحد للمرة كنت تكلموا عليها ولكن مثلا السؤال فتا طورت يصحرف آوين الأخيرة شو المبادرة للدرد كيبالية كين غياب وكلهم الدولة كنقولوا لها محتكر الميلو ياه ولكن هاد شي رخص وكيف تقول أي مبادرة كنت خاصة رقومات وخاصة استمرارية احنا مع الناس استمرارية احنا على قلنا شي كلمان زي أنا أرى قال هادك سي صفيت كنت ارتحوا واحد العام وكلمشوا الناس والاخرين الخصون دينا لا يرتحوش ما يرتحوش خدامين كي يشتغلوا هذا الشي ولكن مش ترجع تتقى الناس مش تخلق هاد الحماس رس تعطي الناس حقوقهم الناس خاصة تأكل وتشرب وتنوا تدافع ماشي بالجوع ندافعوا معقول العدد دي الفقران نحن ندبع المشكل دي الارتفاع دي المعيشة اللي كتواوا بها المغربة الأحزاب السياسية أحزاب اللي ضربها ابن عصا وما تقول والو عندها دعم سنوي اللي هو محترم جدا والأحزاب اللي هي كتتحرك وما يقدش دكش تفل الكروات ديالا هي اللي مطالبة بجدلها لأنها هي الأحزاب الوطنية اللي بقى يا وأنتم اليسار عنا خدامين أمريكا اللاتينية رأنتم ما لاتتكلموا معهم أمريكا اللاتينية وغيرها كنتكلموا مع جميع الأحزاب اللي كان في العالم وكان نرسلهم وعندنا فيهم أصدقاء ولكن كان دغوطة أدخار أنا كان نقول لك الدولة الجزائرية من الجهة وما شغل دولة الجزائرية بزاف على الدولة الجزائرية وخاتكون كتحكم العالم هذه المصالح الجهوستراتيجية كلها كتبقى تخلقها مشاكل أنه معمرك لما تكون مهني على الحق ديالك دائما خاصة تجري مراحل إذن شنو المعمول ديبلوماسيا المغربية كيف تحرك في هذه المرحلة كيف أشخصت الشغل في الميلف وفي تدبير الميلف ديال الصحراء ديبلوماسيا المغربية أنا كنت نعمر في المسؤولية قد ندير وزارة ديال الصحراء وزارة ديال الصحراء ومشي من دوبية ولا شي تخلق بيقا من هنا ندير وزارة بالكفاءة وكل شي وفيها إمكانية ديال التشارك لأنه مع كل فعاليات اللي كينا في المغرب وخارج المغرب اللي يمكن لها احنا خطأنا كنا شي الوبيات كان اعطيهم كان ندوروا معاهم تيدلوا بيهم الحفلات كيلا وزهر ومع كينا وقالوا قولا كان سيفته واحد في الطيارة غادي بوحده فين غادي يا أخويا بالسلامة والعافية غادي بلا ميلف بلا والو يمشي تكلم على الصحراء قسف حالك فدارك حسن لك نضيعوش لك الفلسات ضيعنا ضيعنا بزاف لك الفلسات مش عمنا تمشي وإمكانية دينا عندها علاقة داك الدعم للدولة السنوية كان مالذي كفيتا حاجة كان نمشيو لأننا ما بغيناش بلادنا تقسم على جوش ولا على ثلاثة ولا على خمسة ما بغينا الصحراء تضيع لأن مستقبلنا أنه الصحراء اللي هي الجذور دينا من الجو يعني المغربة أننا ما تبيعوهاش وحنا تحنا مغربة وتندفعو بكل ما أتينا وقوة مكرهناش كون كنا غيبقينا معاسي بن سعيد جيش التحرير في 58 وحررنا هذه الساعة ويكون لها إيكوفيا ولمؤامرات لفرنسا وصمانيا علينا ومعها شي وحدين دينا لا بلا من أنت عشي في الجزائر على ما أعلم أنا عشت في الجزائر أكيد من اللي كنت تكلمي عن الموضوع كنت تكلمي من أنت عارفة بالفعل وشنو كي لا دابا الجزائر أخص المغربة يعرف واحد لحاجة أنا ماشي بالسبان ديالأشقة أبني كان دون تسبو بناتنا كان نخدمه الصهاينة وكان نخدمه الإمبريالية ديريكت عادي مفضية إحنا هذو كل جزائريين أخوتنا أنا عشت معه ومتلقبل شو أحد يسيبهم كيف ما كان قبل شو أحد يسيب شي مغربي كيف ما بغي يكون وماشي بالسباب بالعكس ونضج معه رأسكم وقلوا لهم ها علاش تحرام غريبي ها فوقش بده الصناع ها كيف شفتوا إلى هاد الميلف هاش كل من الموراه هاش كاين هادك شري ما كاتبوش لهم الدولة ديالهم قلوه لهم وغادي تشوفوا كيف شغلت تحرام غريبا ها كيف يمنعنا من هاد الطريقة في الترافع على الميلف لأن الناس اللي في المسؤولية غالبا كيكونوا ماشي قد المسؤولية أنا قلت لك هاد الميلف خصنا إمكانيات دياله وخصنا الناس اللي مسؤولين عليه واللي هما قادرين يمدوا اليد للناس اللي هما مهمين في البلاد كاين واحد العدد الناس كتبوا أطروحات على الصحراء ممتازة جدا ويمكن لنا انطلاقا منها كي نكتب على ترافع من أجل الصحراء جاي جدي كتعرفت هادر زيد لها نقرأ ها كيفاش غادي ترافع على الصحراء كيفاش دفع لها بلا شوفينيا بلا التحجر وخليك يعني احنا أنا نذكرها قلتم من المرة السويد كنت جيت عندكم اللي نايا واشحنا في السويد ودرالي قسي قدام صفارات السويد ميمكنش هذا خطأ ماشي بهذه الطريقة لا ماشي بهذه الطريقة احنا ناس متحدرين يخسروا الحجة والدليل هالحجة الدامعة هاشكين يقول لكم خالحجة دبا من فرق الدامعة أمم المتحدة وقفوا معنا وقفوا معنا ونهار تبغوط أنتم يكون عندكم مقاعد دائم في الأمم المتحدة وقفوا معكم كالسويد نبي لاموني ابن تفقى مع المنطيق ديال المغرب مخسروا شي بقى حادر راسو بغات اسبانيا تفرعين علينا كانوا نوقفوا البيضاء في الطاس بغات فرنسا تفرعين علينا نوقفوا البيضاء في الطاس سمح لي دبا دبا دخلتي لواحد الموضوع اللي هو مهم جدا لأنه ولا بغيت يتهدر بصوت مرتفع خاصة تكون عندك القوة وورك القوة بعدها الأخلاقية ما عندك فسد القوة الديمقراطية وملادك محصنة انتخاباتك حرة ونازيهة ما عندكش ناس لمشوهينك كيش غد تدوية كيش غد يدير لا وشنو يحضروا الراس لا ما نحضروش خسنا بريو الديمقراطية رأي لا بغيت تعزز الموقف خارجيا خسك تقولنا عندك دولة قوية دولة قوية وبغيت يدير شي مبادرة ولا يدير شي اتفاقية تولاتية أو ربعية تشور مع المغربة دوزة في البرنامان نقشو تحمى بنا نحن عنا نا نحن عنا مركزة الصورة والشعب رأي لك جي بشي طيب لما ما ما يناقش الاتفاقيات لا لا النخبة رأيها مزيانة يعني صعيب تلقى تلقى المناخ فاش تشتغل كاي الناس مزيانين الناس وطنيين كاي الناس اللي يقدروا لكن تغلبوا بالفساد وتغييب الإصلاحات اللي خصدر في بلادنا بما فيها الإصلاحات السياسية والديمقراطية باش نبلي ما كايش تتقول يا غادي ندير مشروع الجاوية وبدنا دوستور غندير الجاوية فينا الجاوية فينا الجاوية وراء الجاوية يعني لأخصها نازها فينا وما ناسها ناسها بلادنا في شبرج للوحدة لا احنا عندنا في سميتو في جهة ديال الشرق جرادا وكذا بوعرفة وفي قيق وراء كاينا جوج المليون ديال الخالق كيف قالوا هدك جوج مليون في صين وقالوا فينا قهوك يقصوا هده ناسه دو ديال جوج مليون نحا جوج مليون ما قيناش لهم حل ما قدرناش لقودك الشبابي يخدم نخليوه بطل سندريات نخليوه يموت بالجوع نخليوه يقطع يحرق يمشي يموت في البحر الأبيض نتوسط اللي ولا مقبارة ديال الشباب المغربي والمغالبي علاش علاش هدشي علاش هدشي علاش لأنه ما كينش توزيع العادي لكتروات ما كينش الناس اللي هي كاتقلس كاتقول هنا مسؤول في التعمير وفي كذا كذا يكون عندي ندراق وتبصر راحة خالطة المغرب ونقول هنا في نخلصين ديال مشهود هنا في نخلصين ديال هذا وندي الأهليات ديال المراقبة من الأول ده باكين مشاريع فتضل بيضا ما بغوش الموالي هوم يسلحهم زيدونا ستطل مليا راح حسب لناش مزيان ديال الفضيحة هنا يوقع يعني يا راح مين كنش أنه بلاد ليكوش عندها الفونسية ديالها العقار ديالها محصنة خلت أخده الخاوص وده بكت تاخد الموالي القبيل يوكي غنديرو فاتشي خاص نانك لك مداخل خلني شو يديل تشاءهم مرورة كم بغين تفائل لا ده بليوم مع التغييرات اللي هنا في العالم البلاد اللي بغى تحصن رسها وبغى تقوي رسها بغى تقوي رسها باحترام الحقوق والحريات بغى تقوي رسها ببناء الديمقراطي غى تقوي رسها بالإصلاحات باش يكون عندنا نجمعوا فليسات ونطلعوا من ناتج داخلي الخام باش يمكننا نمولوه المشاريع اللي احنا بغينا نديروها نحاربوا الفساد ونسامحوش بغى الفسيدين ما نسامحوش باش يندربوها ذاك اللي اخدها 400 ريال مارد شصرف الناس رأخدات المناير الناس رأخرج تقرير كيقول بأنه حتى ذاك الاقترادات اللي كان اخدوه من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي نكاد دخل فليسات المغرب حد جانب كبير كيقد اشد لا تنجنط ويمشي الباناما ويمشي اللي زي الفيارج بريطانيك وده ومعروفين بالاسماء هاد شعليش كتلقى بحدها بفرنسا احنا قد نغوتو عليها كتغوت على فرنسا بفرنسا كتجي قد جيب لك اللائحة تقولك هادو الناس دي لكم راح أطين عندنا الفلوس اللي كنتو غاد ديروا بهم النهوض بالعالم القاروي هوا ما فينا هوا ما بقين هنا وعمروا ما خرجوا من العالم قتل ولينا درعنا معلوم ولي هادا احنا لغتنا ديروا شغلنا احنا ما نتسنو تعدي تصدق علينا ولا يولي يضريف معنا ولا يتعامل معنا بالمثل ولا كشاريك دي غالايغان لا احنا اخسن منه احنا نقدو بعدا قدو الداخل نشوفو على بره ما عمر شي دولة ولا تقوية بلا ما تقدل داخل احنا مغالبة بغا يدروا لنا احنا ستتناء احنا ستتناء في كل شي احنا ستتناء احنا عايشين ودي 65 سنة وما كي لا ستتناء غادي الأوضاع دي لنا نسيئيني الى اسوأ يعني التروة ثلاثة مركز في يد ايدي قليلة دائرة الفقراء دي رأيها ندوبية السامية لتخطيت لك تقولها نجلس على الحزاب التقارير دياله نقرأها نشوفو فوارق يعني كتوسة ولهذا خصنا نحرب الفساد الفساد كي نخر الجسم دياله هذا اكبر فيروس ما تدويش لعلى كورونا صدعتني بكورونا وانت عمرتي جيابك اجل لنا خصنا شي فاكسان الفساد خصنا فاكسان ديال الفساد وهو يعني إصلاح منظومة العدلة والمحاسبة احنا ما بغينا نقلع عباد الله وللنوضو حربها اهلية ونخلعوه الناس راكي اللي عنده اراضي في بريزيل قليل كسيديو بريزيل قاع نعم موه اللي بغي يمشي لبريزيل ترقرق الدام وخلينا احنا كمغاربة بغينا التراوية ديال بلادنا اكتصموها وباش نشبعو اللحبة الوطنية لان دبار الاختار شنا هي راكيدي دخل ودخل لك في الحركة الامازيغية كيف تتفيها باش هذا اللا ودام راكي اللي كتبوا بنا قالك في في مجلس الام قالوا خلصتكم تنقدونا بلعون سوريا العربية وخلقوا البرلمان وكتبوها رفك النا في اللي كان اعلام حين تكين اللي يدخلين هنا يا بغينا ياخدونا بلادنا وخيراتنا حين تكلمتين لنا بلموني بعلاء مخطط لتقسيم المغرب انا هالعبارة خلعتني بعلوم كين بعلوم كين على انتوا ماشتوش صومال تقسمات ماشتوش سودان تقسمات ماشتوش ليبيا تفتستات مابقعتش ليبيا ماشتوش شنو جاري في اليمن ماشتوش شنو جاري في البحرين ماشتوش شنو جاري في العراق شنو جاري في أفغانستان شنو جاري في سوريا على هادشي جاي من محد الصدفة هادشي مخطط له علاش لانه القوى العظمى بغي انها تستعبد نحنا يا باش تبقى حطي دي على الخيرات كلها الخيرات يعني الأحفورية والمعادن التامينة والنادرة وكل حاجة إحنا بلادنا جينا في هذا الموقع الجغرافي بعدها أولا موقع مهم جدا بحل أبيان متوسط المحيد كل شيء بغي يجي لنايا ومن عندنا نايا صيفته يمكننا ليسكود الدول اللي ما عجباهمش وكاين سيراء وكاين في إفريقيا اليوم حول القوى العظمى اللي هي كاينة أمريكا والحلفاء ديالها وبين القوى الصعيدة اللي هي نفهم خصنا نحضر نفسنا إحنا خصنا نحصنوا بلادنا اللحمة الوطنية نحن ماشي شعوب نحن شعب واحد نحن شعب واحد ما يجي دخلينا هنا الإثنية ولا الاشي باسم يعني شوازيغ كيف ما بغي يكون نحن أمازيغ وصحراوة وعرب وأفارقة مغاربة مغاربة واحد إذا بلادنا وحدة نحن بغينا نكملو الوحدة الترابية ديالنا ما بغيناش أننا نعطي بلادنا لشوحد أخر يجي بغينا المستثمرين يجي ومرحبا بهم ولكن رابح رابح هاد المستثمرين اللي كانين في المغرب احنا مغينا تقييم ديالة أشدارو نعا نصديروا السيارات وخاق شحال ربح المغرب بشحال تزاد الناتج داخلي خامد المغرب شحال خلصوا هاد الناس شحال خدمونينا نبينا مونيب أخر سؤال واش هاد الكلام وهاد الأفكار أوجي قانون منقشة القانون المالية مثلا تقدر نبينا مونيب توقف في مجلس النواب وتقول أو ديوك وكالحق حدا يوراسكم المغرب مهدد واش تقدر تقول بأنه هالفاساد واش كيديرو واش كيديرو واش كيديرو البرج وزوية وطنية اللي ماكينش كتجمع في شيبا المدخلة ديالي لولة في البرلمان في خمسة ديال دقائق أول مرة دخلت البرلمان كان دنها ديكرة بوحدة أقصدر على أطروحها رفيا كل شي حين تحنا ماشي كان دويه في الأخوة رحنا كان نطالعوه كان شوفوه كان درسوه كان خدموه معنا ناس لكي يديرو بوحوت وهذا خدمين هاهي يا شكاين راه مشت المعنى كيفاش انت يا شبعان بوحدك وثلاثين مليون مكروسين راه مايمكن شا تشي فاتشار قلناه وعودناه وقلنا لهم هالمداخل حفظونا على المدرسة والصحة العمومية قلنا ليهم باركة من الفساد رخصة الحرب والفساد قلنا نخصن بنيو الديمقراطية قلنا ليهم المغرب المغربة دابو ماشي لش حداخل قلنا ليهم باركة من الريع باركة من احتكار باركة من هاد النازيف علش المغربة كيهجروا أطيب بأدي ما كيسمعوش ليك نبي لمونيب ولا كيقولوا أنا بي لمونيب كدوياك كيف يقدر فسرها البعض سمح لي أنا كنتكلم من باب المسؤولية اللي كنحس بها اللي واحد العدد الناس اللي هما في مراكز مسؤولية كبيرة ما كيحسوش بها مع كل أسف مع كل أسف يعني كيف يعقل والله ربما كيحسو بها ولكن يعني كين الفساد اللي هو به كي تشد نبينا مونيب نسينا شي حاجة نسينا شي حاجة نسينا المرأة المغربية والأوضاع ديالها بالفعل هادرنا على السيدة عائشة الشنا واليوم كنقول بأن المرأة المغربية يعني تعاني الأمرين احنا بغينا مجتمع اللي تكون فيه المساواة الكاملة والتكريم ديال المرأة المغربية اللي هي كافحة على كل واجهات واليوم أقرأت وخصت القطع هي رسا مراكز القرار قليل فاشكن قول النساء كذلك يعني على مستوى النساء النشطة قليل يعني عشرين في الميادة النساء اليوم نشطت أخرين فينا هما فينا وتشجيع فينا واجي فين محاربة الأميات فين التمكين المعريفي فين لأن الدولة اللي بغت تنهض وبسرعة ستنهض بنساءها لأن دي قوة دافعة قدشنا هي خصتنا نعرفوها جبنا الدستور وكسبنا فيه يعني المساواة في كل الحقوق نعند له هي أديا المنصفة مدرناش هاتشي اليوم خصتنا نراجعوا القانون للأسرة لما أصفحها متجاوزا خصتنا نراجعوا القانون الجنائي باش يتلقى مع القوانين الدولية باش نصفو المرأة المغربية في البوادي في الجبال في المدن باش ندفعوه البنات يقراوه حينت البنات لا قراوه بعدها الولاد توا ما غادي يتبعوه ما غا يبقوا توا ما شادين وقارين احنا بلالجميع ولكن احنا مازالي من همشين المرأة المغربية مازال المرأة المغربية كاتموت في باب السبيطان ما يمكن لهاش تجهد وخا تكون اغتصبت مازال المرأة المغربية ما لقاتش الإمكانية باش تعيش بكرامة وخا 30% ديالأسرة المغربية اليومة المرأة هي التي تجيب القفة الوحيدة اللي كاينة إذن هذه المرأة سنعترف لها بالدور ذيالها وعدناك زفد الوزيرات على كل حال الحضور زفد نائبات البرلمانيات لا بزيان يكونوا وزيرات ويكونوا برلمانيات ويكونوا كفآت ويكونوا نازيهات ومستقيمات يديروا ذلك الشيء لم يقدرش يرجع لي دياله هذا هوفل غادي تجي سياسة بالنساء بنزاهتها وقوة كيف المرأة كتقابل الدراري والطنجرة والراجل والخدمة والنقابة رأس السياسة غادي تديرها بزيان مستهدين كنوا كنوا دراري كنوا وزيراتك قبلونا ولكن تهي يخصى تخضع المحاسبة عشي يجيوا الناس يتخبعوا نساء يتخبعوا ذوك الأحزاب الفاسدة ويقول لك راح ناجمنا النساء لا لا خصى النساء ديال بالصح على كل حال اتمنى والخيري إن شاء الله إن شاء الله تكلمتي بذي اللغة خشب للا نبي لموني بيك من يسمع آمين آمين قلت لي لي أخصر لي يسمعوا الصلاة والنبي شكرا النبي لموني بكتي معنا بدون لغة خشب الحكم كما لعادة المستمعين والمشاهدين شكرا عيد الشرار دي في إخراج الصوت كريم ليتسي في إخراج الصورة سماعي الكحنوي وعبد الرحيم سابقي في تصوير حواراتنا دائما بدون لغة خشب بدون ما وضح حفظة شبق رفعة الجلسة اشتركوا في القناة